اشتركوا في القناة وليس مهمة جدا لكن في البداية باتكلم بالتأكيد وبرحب به زميلي وصديق العزيز كريم سعيد كريم مسال فول مسال فول كل متابعي في كتفك اهلي واكيد مباراة شاب الوزداد فوق التنصر الشخصية قدت الاهلي اهم حاجة بعد الطاقة في الدولة الكبير ده محمد وهو ان الاهلي حافظ على صدارة المجموعة بعد نهاية الجولة الرابعة رسمية خلاص متبقي مبارايتين وان الاهلي في الصدارة حتى لو الفرقات بسيطة لكن اكيد واضح جدا جدا ان الاداء متأثر بالتوقف الكبير وان اللعيبة لسه زي ما احنا قلنا في الحلقة اللي كانت قبل المباراة لسه ما شحنتش البطاريات وكمان الاهلي زي ما اتفقنا برضو ما استفدش لغاية دلوقتي من الانتقالات اللي اعملها في شهر يناير سواء بسبب الاصابة زي وسام بن علي او بسبب عدم القيد زي زنفولي وعمر كمالي عبدالوحد طيب احنا بالتأكيد معكم في هزي التغطية لمشوار الاهلي في افريقيا عبر منصتي يلا كورا وجي اللي سي وهنا نتكلم النهاردة على العائدين من الاصابة لان ممكن ماتش ميدياما يشهد تواجد عدد كبير جدا من لعيب النادي الاهلي هل عودة بعض اللعيبة ممكن يضيف ولا الاهلي كان في تشكيل طفطاتش بلوزداد يا كريم شايفها هي دي تشكيلة المناسبة لماتش ميدياما هو طبعا اكيد ماتش بلوزداد كان فيه غيابات كتيرة ووضح التأصل خصول بصراحة يعني الاليو ديانج وكان راه جدا يعني التأصل خطر وسط نوعية المباراة دي محمد بتحتاج لعيب زي الاليو ديانج طبعا الاسف الاليو ديانج هيعمل جراحة في الغضروف وبالتالي تقريبا يعني هيغيب عن النادي الاهلي فترة بشكلة ربما يكون الموسم انتهى فعليا بنسبة خلاص الاليو ديانج مباراة ميدياما يعني اكيد عودة المصابين زي بنتكلم على عودة وسام عودة بيرسي تاو عودة احمد نبيل كوكا لان خط وسط نادي الاهلي انت شايف محتاج لعب خط وسط احنا لعبنا طبعا في مباراة شاب الوزداد بمراوان ولعبنا واقرب وامام ربما كان في مشكلة كان واضح يعني كان خط الوسط مش على المستوى المأمول برضو يعني اكرم كان لخط وسط ريح لو تفتكر كان كان هو يعني قال هو بيفضل ان هو يلعب فول باك عنه يلعب خط وسط وربما احنا الوقت في الفترة الحالية بكل امانة مركز الفول باك بقدوم عمر كان عبد الواحد يتقفل فاتمنى من اقرأ من هو يركز في مركزه في خط الوسط لان الاهلي محتاجه في الحتة دي النبيل كوكا طبعا عودته مهمة جدا في المباراة دي نحن المباراة دي انت عايز تحسن فيها كل شيء بقى عشان تخلي كمان حتى يعني ايه تفقد مباراة ينجي افريكانز فيه اه خلاص خصوص انت عندك الكاس القديم او احنا الكاس الجاهز زي القديم ولا الجديد ده القديم قبل الجديد اه وبفتكر احنا مش الحالة فيها انا قلتلك احنا احنا تكسب الرهان بدري قبل الدول بسيطة شهور قلتلك هنخلص الدولة من نص سبتمبر وانا كان عندي امل ممكن تماني والله ممكن الحالة الجاي نيجي بقى نصف شعر عشرة طيب اما ده في اخر انت عندك مباراة ان هاي الكاس القديم ده الناس هتطلق ببطل القديم ولا الجديد ولا اللي جاي مش عارف ايه بس عندك استحاقات كتيرة فانت مهم ليك ان في بعض المباراة تفقدها اهميتها بحيث انك لعبها واح بدون ضغط الجهاز الفاني بيعنده الحرية لاعب اي تشكيل هو عايزه يريح اللاعبين لان الفترة الجاية محمد ضغط 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 انت غبت عن المباراة فترة طويلة وهي الاجندة هتضغط الفترة الجاية طيب في جانب تاني متعلق بغياب امام عشور اه قصد سوريا غياب مراوان عطية من انظار التاليغ غياب اليو ديانج هل احمد نبيل كوكو هو غايب ربطل من شهرين يبقى اضافة فروس الملعب ولا لو انت شايف مين اللي ممكن يتوظف في المركز انت مضطر ومش مزاجة انت مضطر انت هتوظف مين ببساطة عكا تتكلم على السلاسي اللي هيلعب خطر وسط انت هتلعب بيه امام عشور اكيد هو اساسي واكرم وهتلعب افشغ او عمر السلية بس برضو ستيل لسه عمر السلية واضح انه برضو مش في افضل حالاته البدنية عشان يبدأ انه واضح المرسل كده بيعتمد عليه كبديل فشوط التاني انت لو عندك خيارات تختار واحد من ثلاثة كوكا سلية افشغ لا انا هختار اكبر مينبيل كوكا وامام عشور دروس السلاسي بالطوعي دروس سلاسي بقى فيه خيارات مع عودة بيرسي تاو مع عودة رضا سليم مع مشاركته مع وجود طاهر برضو عايزين نوجيه له برضو رسالة طاهر فعلا يعني انا بصراحة بشوف ان هي فيه نقطة عند طاهر برا ايده طاهر احنا شوفناه مع النادي الاهلي في مركزهم مركز الجناح الايمن ومركز تحت المهاجم الصريح حتى في موديل الاندي انا شوف طاهر بياخد درجة اعلى لما بيلعب تحت في القلب بيلعب في العمق وبيعنده حرية وبتشيل من عدماغه الوجبات الدفاعية طاهر بيقدم لك مستوى اكثر من رأة لو يكون بيلعب في مركز تسعة ونص الوقت اه في العمق ما يكونش اجناح لمن ولا اشمال لما بتحطه على الخط يقوم طارب ان هو يرجع للدفاع وبصراحة ميلي بتظلم معاه كل امانة وبتظلم بيتظلم ظلم باين محمد هاني صراحة محمد هاني انا شفت الناس يعني حجمت عليه بعد مط شاب الوزداد لا 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 حرام فعلا بقى لا حرام ما ينفعش ده محمد هاني في كل الكرات الهجومية لشاب الوزداد وشاب الوزداد فريق يهاجم على الاطراف كل رحلة واحدة طبعا انا انا اسف يعني بس هي يا كريم برضو مش هاخد الصف الجمهور بالنسبة كبيرة بس برضو الجمهور بينتقد هاني في نقطة تانية مش بالجانب الدفاع بس ما بيعملش الكرات العرضية او الكروسات للراسة الحربة بحيس ان هو قدر يكون اكتف على المرمو جميل دي احنا ممكن نقضي كام على شكل الهجوم لما الاساس بتاع تفول بالك يا محمد الشوك الدفاعي فانت الشوك الدفاعي يخلي بالك بياخد برضو مخزونك البدني انت شاهد دينة لوحدك خلني انديك مثال بسيط او تعال ان بص كده على خطر وسط خطر وسط دايما دايما بنيجي يقول ايه لما بيلاعف اتنين مهم او ان الاتنين يجروا زي بعض ليه؟ عشان محدش يشيل ساعات في بعض اللاعبين بيقول ان اتحاد اللفظ ده بيستخبى بيستخبى ورا لعيب تاني فيه لعيب هو اللي بيعمل المجهود اللي بيجري وبيروح مين وشمال وفيه لعيب بيستخبى فيه من الظاهر هاي نفس الامر انت انت محمد هني بصراحة بيعمل مجهود كبير جدا جدا انفلاح الدفاعي وماشي ده بكل امانة انت رايح وانت فعلا يعني هم لعبين عشان مطشاط لو تفتكرت احنا قلنا في حلقة فايتك ان شهاب الوزداد لعبين حوالي 7 8 مطشاط بيلعب انت متلعبش وده وضع عليك حتى في شوق تاني ان انت فقدت كتير جدا 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 فقدت كتير جدا من الجزء بدني عنده في شوق تاني كانت واضحة هيا فكرة في حلقة ايه فكرة ببساطة انت عايز تخلص مطش مديامة وعايزين نشوف برضو بعض يعني الافضل اللاعبين في المركز المفضلة ليهم افضل مركز ليك لان في بعض اللاعبين نهاردة هيخشوا لك احنا هل دسا مشوفناش عمر يلعب هيبان من ده في الدوري هيبان برضو ريضا سليم بعودته ريضا سليم قوة كبيرة جدا 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 وبصراحة مستوي اهلو ضغير عب اساسي على الناس كتيرة فانت كل الامور دي هيبدأ هنبدأ نشوفها مع مارسيل كولر مع بداية مباراة الدوري ومع وصولا اول مباراة مباراة نهاي كاس مصر وده ناديس الزمالك فيه طيب انا طرحت عليك سؤال للمطش اللي فات قبل بلوزداد يبدأ بكهرباء ولا موديست فهو بدأ بموديست ونزل كهرباء اخر عشر داي ربع ساعة المطش ده يغير ولا ممكن يفجينا بوسام هو انا اعتقد ان كهرباء بنسبة كبيرة مش هيسافر هو فيه كلام انه ممكن يلحق بالبعثة بعد كده بس خلينا نتعامل انه خلينا نتعامل كاحتراف اتمفرد تلاتة يكون موجودين ماشي بس يعني برضو خلينا برضو الققرب الققرب ان كهرباء مش هيسافر من نسبة كبيرة ايه من نسبة كبيرة كهرباء مش هيسافر بسبب عنده هو ظروف شخصية خاصة بزفاف سخاقته هيبقى موجود معاك وسام ويبقى موجود معاك موديست بكل امانة بمورة زي دي انا لو مدير فني هبدأ بوسام بوسام على طول بكل امانة هتديره بقى هبدأ النهار ده هشوف نتعامل خلينا ببدو محمد نقول برضو نقطة مطش خارج مصر في كماسي حرارة عالية محمد احنا خدنا اجازة كم يوم اه لا ده احنا من 28 و12 طيب والنادي الاهلي قبل الاجازة دي كان بيلعب اخر حاجة عايبة مش كانت سوبر مضبوط وموديستها جاب هدف وقلنا الدنيا كويسة وهناخد طاطة التوقف ونبدأ نشتغل كان انا اسف يعني المبارر اللي كان بيتقال ان موديست لستة ايه مش جاهد مش جاهد ونتخلش فرم 45 يوم يرجعوا الفم ومرجعاش اطول من اجازة الصيف احنا في الصيف ما بناخدش 50 يوم بقولك ايه هو الدور الدور ده لو خلص نص تسعة هيدون كم سوار بين دون انت مصر على الرهان تاني اول ده خلي بالك الوقت الرسمي نص تمانية ده رسمي انا دلوقتي اخار شهر ونص اه اخار شهر ونص كان تلاتين سمعة اه كان تلاتين سمعة دلوقتي انت رسمي نص تمانية صح كده انا بقولك اهو افتكر تاني بعيد نفس الكلمة الدور ده مش هيخلص قبل 15 تسعة مستحيل مستحيل طيب نرجع الى حياتة احنا نتكلم فيها كان عنده مساحة انه نزبط الدين ما نزبطش اكيد طبعا في مساحة كويسة جدا وهو براية ودية ومعسكر وصفر احنا رحنا المطش بصراحة احنا واقفين في مشاكل احنا مش عقفين احنا اسلوب اللاعب نفسه فاكي لما قلت لك مودست افضل حاجة لي ان يقعد على الدكة وينزل شوطة تاني كمهاجم تاني بس ده افضل حاجة لي غير كده احنا الموضوع صعب ممكن يجرب وسام ومودست معه لا 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 ما ينفعش هتغير اسلوب لعبك يعني حتى الناس يقولك ايه اصلا يتلعبوش عرضياط انا اسعب بقى اعتمد على العرضياط انت عايز ان انا اقعد تسعين دي اقعد عرضياط ده مش هتوب لعبي اصلا وادمت في الكورة كلام ما بيش فارجات مش هتوب لعبي ده انت لو لوحت قلت لفرة افريقيا الاهلي لقعد عرضياط وقولك ياه الحمدلله خلصنا مالهم خلصنا مالهم ده مش هتوب لعبي انها فهمش نعمل كده هممكن نعمل كده لما نتزنق لكن عايزني بداية المطش وقعد قد لك عرضياط وانت واقف جوه مضوط الجزاء بتحركش طيب ما ينفعش طيب هاخدك لجانب تاني الاهلي ست نقاط يانج افريكانز وبلوزداد خمس نقاط وعي العلم وبعض تاني يوم مباراة الاهلي وميديام وميديام هتحسن ولا هنستنى الجولة الاخيرة اعتقد لا هتستنى الجولة الاخيرة يعني عشان اعتقد تحسن المركز التاني بس ربما ربما برضو عشان ما معافش المنتاجة المباشرة يعني ان شاء الله نادي الاهلي يكسب ميديام حسم مضوطة ولو بولوزداد كسب يانجا في تانزانيا اعتقد حلاص المركز التاني بالنسبة كبيرة جدا ونتمنى بصراحة ان شاب الوزداد ان شاء الله ده جانب البطولات الافريقية ممكن لعب البلدية بعد ما نرجع من غانا ولكن الامر ده ممكن يكون فيه كلام الفترة الجاعة فكرة ممكن الاهلي يقول لك لا مش عايز العب الليحة طيب واحنا بنختم عايز اخد رأيك على زيارة الاهلي وتلبية مجلس دارة الاهلي لدعوة نادي الزمالك خلينا نقول ان المشهد كان اكثر من رائع ومشهد حلو جدا وصفحة جديدة وانا اهو بشكر كل عضو جامعية عمومية في نادي الزمالك لحسن اختياره في المجموعة اللي بتديري النادي حاليا وده رسالة بتؤكد ان الصوت بتاعك في اي نادي في اي جامعية عمومية لأي نادي مهم هو اللي بيأثر انت ممكن تخلي في القيادة حد يخلي الدنيا هادية ممكن تخلي حد في القيادة يخلي الدنيا الامن فيها مشكلة وفيها ازمات فانا بصراحة المشهد كان اكثر من رائع وبشكر فعلا كل حد في الجماعة من الزمالك اختار المجموعات كريم شكرا لك وبالتوفير الاهل ان شاء الله يرجع من غانا او من كماسي بنتيجة ايجابية ونبدأ نتكلم بقى على مطش الدوري ومبارات الختام مع ينجا افريكان شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء